هل أخطأ مجلس القيادة أو مجلس الدفاع الوطني أم أصاب وما الذي يتوجب عليه من أجل أن يوجع ميليشيا الحوثي من أجل الحد من هذه الهجمات التي تستهدف أهم مورد للحكومة وهو النفط بالنسبة لقرارة تصنيف الحوثيين أعتقد أنه قام متأخرا لكنه قرار صائب يعني يكيد 100% في اللحظة الراهنة أخي الكريم يجب أن تفعل أدوار الجامعة العربية يجب على المجلس الرئاسي وزير الخارجية والإعلام أيضا يضغطوا فيها الاتقاه يجب الخليجين الذين بدأوا المعركة في 2015 أن يكونوا في هذا الاتقاه أيضا الجماعة الحوثية لم تبقي شيئا يجعل منها سلطة حقيقية هي تريد أن تصرفك سلطة حقيقية إلا تضرب الموانئ والمنشآت النفطية تريد الوصول إلى القنوب يعني كل هذه الضغوطات من أجل أن تنفس عن إيران قليلا من أجل أيضا أن تصعد أيضا وقدت أمامها فرصة ومساحة واسعة للتحرك أيضا تستغل هذه المناورات في الخارج من أجل أن تدقن الشعب اليمني وتركع الشعب اليمني النساء والأطفال والموظفين والأكاديميين ومدرسين المدارس إذن هناك مسار معين يجب على الشرعية أن تتبعه في إطار تصنيف الحوثي يجب أن تضغط باتجاه الأمم المتحدة هناك السفراء يتعاملون مع هذه الشرعية إذن يجب أن تضغط بهذا الاتجاه طالما أنها المتحدث الرئيسي باسم الشعب اليمني أمام المجتمع الدولي يعني أمامها فرصة كثيرة جدا في أقرب وقت يعني لا يجب أن نتماهى يعني ننتظر الإحاطات الكاذبة والمغارطات من ويبعث الأممي يجب اليوم أن ننقذ شيئا قبل غدا يعني بهذه الصورة الناس متضرين الناس تعبوا من هذه المسرحية الهزلية التي يقوم بها المجتمع الدولي والحوثيين ترجمة نانسي قنقر